يستباشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منه وتقى وجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سهوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافني إن كنتم مؤمنين وَلَا يُحْزِنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُنَ فِي الْكُفْرِ إنهم لن يضر الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بنيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب ننيم وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِسْمَعُ ولهم عذاب مهين ما كان الله ليظر المؤمنين على ما أنتم عليه احتى يميز الخبث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتب من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يباخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنيا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنيا سنكتب ما قالوا وقتلهم لما بآآب غير حاط ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت سيدكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله أهد إلينا ألا نؤمن لرسول احتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل وبالبينات قل قد جاءكم رسل من قبل وبالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبل جاءوا بالبينات والزبن والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوكم يوم القيامة فمن زؤزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاء الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا خذوا الله ميثاقا لذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوا وراء ظهرهم اشتروا به ثمنا قليلا فبيس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب نليم ولله ملك السماوات وعلى الله ألا كن شيء قدير إن في خلق السماوات وعلى الله اختلاف الليل والنهر لآيات لأنيل الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا أذب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمئنا منادي ينادي لنيمانينا أمنوا بربكم فآمنا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع لبرار ربنا وآتنا ما واعتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر نوسى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأنذوا في سبيه وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها النار ثوابا من عند الله والله إن ده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متأ قليل ثم مأواهم جهنم وبه سلم هذا لكن الذين تقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للبرار وإن من نير كتاب ما يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشئين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع إساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وابث منهما نجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم وقيبا وآتوا يتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكنوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا وإن خفتموا ألا تقاسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة واربا فإن خفتموا ألا تعدنوا فواحدة ما ملكة تيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء من نفسا فاكلوه أنيئا مريئا ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبتل يتامى حتى إذا برغوا النكاح فإن نسهم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تاكلوها إسلافا وبدارا ليكبروا ومن كان غنيا فليستأفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمحروف فإذا دفعتموا إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان ولقربنا للنساء نصيب مما ترك الوالدان ولقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أول القربة وليتامى والمساكن فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم درية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون وليتم ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سائرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حضل سيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن تنثى ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولي أبوين كل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولدا فإن لم يكن له ولد وولثه أبواه فلأمه ثلث فإن كان له إخوة فلأمه ثلث من بعد وصية يرصي بها أو داين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان آنيما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولدا فإن كان لهن ولد فلكم الربء مما تركنا من بعد وصية يوصي نبيا أو داين وإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصن بها أو داين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله آخنا أخته فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو داين من بعد وصية يوصي بها أو داين غير مضار وصية من الله والله أليم حنيم تلك حدود الله ومن يطيئنا ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها نار خالدنا فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي لها ورسوله ويتعدى عدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عدب مهين ولاتي ياتين الفائشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فأبسكون في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ولذان ياتينها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلاحا فاعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حرر أحدهم الموت قال إني تبتنا وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا نليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلون لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفائشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فأساء تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم السبدان زوج مكان زوج وآتيتموا إحداهن نقم طارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقة وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات لخ وبنات لخت وأماتكم التي أرضع لكم وأخواتكم من الرضاعة وأمات نسائكم وربائبكم التي في عجركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكنوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائن أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين نختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر